أشكرا جزيلا شوف ست العميد وقع رئيس الروسي بلادمير بوتين قانونا يستكمل ضم القرم إلى روسيا وذلك بعد مصادمة مجلس الاتحاد الروسي عليه يأتي هذا بينما قال بوتين أنه يمتنع عن الرد على العقوبات الأمريكية وذلك في وقت نشرت فيه موسكو قائمتها للعقوبات ضد مسؤولين أمريكيين لا تزال سياسة عبد الأصابة هي المسيطرة على مواقف أطراف الأزمة الأوكرانية التي تتصاعد وطيرتها يوما بعد الآخر بين روسيا والغرب ويبدو أن موسكو ماضية في طريقها غير أبها بما حولها من ضغوط دولية فالرئيس الروسي فلادمير بوتين صدق على قانون انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا قانون يسمح بإقامة منطقتين إداريتين روسيتين واحدة في القرم والثانية في سيفاستوبول هذه المصادقة تأتي بعدما وفق مجلس الاتحاد الروسي على القانون في جلسة أكد فيها وزير الخارجي روسي سرقيل فاروف أنه لا فائدة من محاولات عزل روسيا لابد أن يعلم الغرب أن التهديد بفرض عقوبات على روسيا هو أمر غير قانوني وأن محاولات عزل موسكو ستصل إلى طريق المسدود وأن الولايات المتحدة بفرضها العقوبات لا تتبع المنطق بل الرغبة في المعاقبة وفي الاتجاه المقابل وقع رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوكو والآخر مع القادة الأوروبيين الشق السياسي من اتفاقية الشراكة ما يذر دعما قويا من أوروبا لأوكرانيا اتفاقية تأتي بعد ساعة من الإعلان عن المزيد من العقوبة الأوروبية والأمريكية ضد مسؤولين الروس أؤمن بشدة بأن الاتحاد الأوروبي سيتحدث بلهجة قوية ليحمي أوكرانيا وأن الطريق المثلى لاحتواء روسيا هو فرض ضغوط اقتصادية فعلية عليها لدينا خياران الأول الخيار العسكري وهو في الحقيقة غير مقبول لأنه سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة أما الخيار الثاني فهو الخيار السياسي والديبلوماسي والاقتصادي فأفضل الطرق لإرغام روسيا على العدول عن مواقفها هي فرض مزيد من العقوبة عليها وكان الاتحاد الأوروبي قد وفق على إضافة 12 اسما إلى قائمة العقوبات على المسؤولين الروس لتضم 33 اسما كما أعلن الرئيس الأمريكي عقوبات أيضا على عدد آخر وبنك روسي العقوبات الأمريكية قابلتها موسكو أيضا بفرض حظر على 9 من المسؤولين الأمريكيين من الدخول إلى أراضيها أكد الأمين العام للأمم المتحدة بانجي مون أن حل أزمة القرم هو حل سياسي ديبلوماسي بشكل كبير يعتمد على المبادئ الأساسية للأمم المتحدة ومن بينها احترام سيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية وأضاف مون خلال مؤتمر صحفي ومشترك مع الرئيس الأوكراني المؤقت أليفزاندر تنشنوف أنه التقى الرئيس الروسي بوتين ووزير خارجياته سيرجيل لافاروف أمس في العاصمة الروسية موسكو وأكد له على ضرورة حل الأزمة الحالية استنادا إلى الدبلوماسية وللمتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من موسكو دكتورة ثورية الفر الإعلامية والمحللة السياسية دكتورة ثورية غضب أمريكي أوروبي وإصرار روسي على مواصلة التحدي وضم جزيرة القرم إليها هل نحن على أعتاب أزمة عالمية خاصة بعد حرب العقوبات التي يتبادلها الطرفان؟ طبعا أولا مساء الخير بالتأكيد بأن أجواء الحرب الباردة تعود من جديد ويبدو أن الود ما بينه كل من موسكو وواشنطن نوعا ما بدأ ينقطع بالتأكيد موسكو لن تتراجع عن فترة مسألة شبه ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا وهي تأتي مسألة لستطيع أن نقول بأنها منتهية غير قابل للنقاش حتى من خلال الأمين العام المتحدة بنكيمون مع الرئيس الروسي بلادينير بوتين أكد بأن الأمين العام كالعادة أعرب عن قلقه بهذه المسألة ولكن الرد الروسي جاء مقنعا بالنسبة للجانب الأمم المتحدة حتى أن بنكيمون أعرب عن قناعته بوجهة النظر الروسية أو قناعته بنظر الكريملين لهذه المسألة وقلقه من ناحية المسائل المسارة والمهدد للأمم القوى بالنسبة لروسيا وفي هذا إشارة نوعا ما وكأن الأمم المتحدة أو الأمين العام آمنة بأن مسألة شبه القرم هي منتهية الآن المسألة ليست في الكريم المسألة الآن إلى ما بعد الكريم وبنسبة للجمهوريات الأخرى أو الأقاليم الأوكرانية الأخرى التي بدأت نوعا ما تنطفد وتطالب أيضا كما طالبت الحكومة الروسية بأن يتم ذات القانون بالضم شبه جزيرة القرم هي أيضا تحاول الانضمام إلى الاستحاد الفدرالي الروسي إذن المسألة لم تعد في مسألة في سفة صوبال أو حتى في القرم اليوم الرئيس الروسي اليوم صادقة على القانون الخاص من ضم شبه جزيرة مع سفة صوبال وقع عليه والآن بدأت تطبيق الإجراءات بالنسبة للضم طبعا بقية هناك فقط مسائل كما يقوم بقيمية يعني مسألة منتهية كما ذكرت روسيا لكن هناك جهود دولية مثل محاولات الأمين العام للأمم المتحدة لاحتواء الأزمة هل تفلح في ذلك؟ أؤكد لك بأن مسألة شبه القرم مستحيلة روسيا لن تعيد النظر في هذه المسألة فيما يتعلق بالوجهة النظر الأمريكية الأوروبية وليس بتراجع روسيا هذا يتعلق بمسألة الأمن القوم الروسي يعني روسيا لن تتراجع ليس فقط من مسألة التهديد هي أولا الكريم لم يتخذ هذه الخطوة إلا بعد التفسير عميق وطويل هي تعلم تدرك تماما بأن مسألة فرض عقوبات على روسيا هي سلاح ذو حدين كما سيدر بروسيا سيدر أيضا من الأطراف الأخرى اليوم المستشار الأمريكي أنجيل ألمانيا أنجيل أمريكا سرحت بأنها ضد فرض عقوبات على روسيا بريطانيا رفضت فرض عقوبات اقتصادية وتنزاحت إلى الجانب العسكري الجميع يعلم حتى الاتحاد الأوروبي يعني أنا أقول لك بصراحة أسمعوا جعجعتنا ولكني لا أرى تحينا الاتحاد الأوروبي الاجتماع اليوم في بروكسل لم يصدر أي قرارات قوية تستطيع أن تضر حقيقة بمسألة الأمن الاقتصادي الروسي إزاحة روسيا من مجموعة الثمان تصريح أنجيل أمريكا قال بأن المجموعة ماتت بدون وجود روسيا لا شكة بأن هذا علما بأن ألمانيا عندما يأتي هذا التصريح من أنجيل أمريكا ليس ببساطة ألمانيا تعتبر الجول الأقوى في الاتحاد الأوروبي عندما تصرح بأن المجموعة ماتت هذا يعني بأن روسيا ثقل قوي الرئيس الأمريكي باراك أوباما ذاته قال بأن الفرض عقوبات اقتصادية قوية على روسيا سيدر أيضا بالجانب الآخر هناك أوقف لك استثمارات هائلة متواجدة أوروبية على الساحة الروسية روسيا أكبر سوق مستهدك ربما ذلك يعني يفسر القوة التي يعني ينطلق منها بوتين وبالتالي قواته في هذا الملف وإصراره على ضم القرم من موسكو الدكتورة ثوريا الفر الإعلامية والمحللة السياسية شكرا جزيلا لك أكد وزير الخارجية نبي الفهمي الموقف المصري الداعم للدولة اللبنانية دون التدخل في الشؤون الداخلية جاءت تصحات فهمي عقب لقاه الرئيس اللبناني ميشيل سليمان ورئيس البرلمان نبيه بري في بيروت وأضاف فهمي أن أخطر ما يواجهه العالم العربي هو الإرهاب والتطرف مشددا على ترابط الأمن القومي بين مصر ولبنان قتل خمسة أشخاص وأصيب أحد عشر آخرون في اشتباكات بين مجموعات سنية وعلوية في مدينة ترابلس شمال لبنان أقل مصدر أمني إن معارك عنيفة بالأسلحة الرشاشة والقضائف اندلعت بين المسلحين من باب التبانة وجبل محسن وأدت المواجهات إلى احتراق منزلين وتضرر مساكن ومحل تجارية من ناحية أخرى فجرت عبوة الناسفة قرب عربة مصفحة للجيش في أحد شوارع ترابلس وأدى إلى سقوط جريح ووقوع أضرار مادية بعدد من السيارات قرر الرئيس اللبناني العماد ميشيل سليمان استئناف اجتماعات حيات الحوار الوطني لمتابعة البحث الاستراتيجية الوطنية للدفاع في واحة الحادي والثلاثين من مارس الجاري يأتي ذلك بعدما نالت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة تمام سلام تقة مجلس النواب اللبناني بأكثرية ستة وتسعين صوتا من أصل مائة وواحد للمرة الأولى منذ أكثر من عام تحصل لبنان على حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة بعدما نالت الحكومة الجديدة برئاسة تمام سلام ثقة مجلس النواب اللبناني بأغلبية كبيرة وبعد سجال سياسي استغرق شهرا كاملا داخل البرلمان اللبناني نالت الحكومة الجديدة التي أطلق عليها اسم حكومة المصلحة الوطنية نالت الثقة بغالبية بلغت ستة وتسعين صوتا من بين مائة نائب ونائب حضروا الجلسة من أصل مائة وثمانية وعشرين نائبا يتألف منهم البرلمان وبعد حصول الحكومة الجديدة على الثقة تتجدد الآمال بإجراء انتخابات رئاسية قبل أن تنتهي فترة ولاية الرئيس ميشيل سليمان في مايو المقبل وإجراء انتخابات برلمانية سبق وأن تأجلت العام الماضي نتيجة للأزمة السياسية كما سيتعين على الحكومة الجديدة أن تتعامل مع ما يصل إلى مليون لاجئ سوري تقريبا يعيشون داخل الحدود اللبنانية رئيس الوزراء تمام سلام وعقب فوز الحكومة بثقة البرلمان أكد أن الأولوية الآن بالنسبة للبنان هي تحقيق الأمن ومعالجة مأساة النازحين السوريين وإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها تحقيق الأمن ومعالجة مأساة النازحين السوريين وإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها وهذه بالذات هي الأمور التي تم التمسك بها وإبراجها في بياننا الوزاري تتألف الحكومة الجديدة من 24 وزيرا موزعين بالتساوي بين قوى الرابع عشر من أزار وحزب الله ووزراء للوسطيين والحياديين وأطلق عليها اسم حكومة المصلحة الوطنية كونها جاءت نتيجة تسوية بين فراقاء المشهد السياسي وذلك في محاولة من السياسيين لتخفيف حدة التوتر القائم في البلاد بسبب تداعيات الأزمة السورية وفي سوريا أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتقدم كتائب جبهة النصرة في مناطق حدودية مع تركيا بمحافظة لاظقية شمال غرب سوريا وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام كانت الكوات النظامية قد سيطرت في وقت سابق على بلدة الحصن الأترية الوقاعة في ريف حمص بوسط البلاد والتي كان يسيطر عليها مقاتل المعارضة منذ أكثر من عامين ما يشكل خطوة إضافية نحو تعزيز السيطرة على المناطق الحدودية مع لبنان الجغرافية السياسية لسوريا تتبدل على الأرض يوما بعد الآخر فبعد إحكام الجيش النظامي سيطرته مطلع الأسبوع على بلدة يبرود الاستراتيجية سقطت تباعا بلدة الحصن والقلعة الأثرية الأمر الذي يضيق القناق على منافذ إمدادات المعارضة على الطريق السريع بين دمشق وحمص وقد خضعت الحصن في ريف حمص في وسط البلاد لسيطرة المعارضة قبل أكثر من عامين ولذا عد مراقبون دخولنا